أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بلهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن له يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء حسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقالي أولهم قلقوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواجر قد سقوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي وي فيها وي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيسوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إن له طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفطع قومي واجعل لي وزيرا من أغلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بلا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِ قُذِفِهِ فِي الْتَّابُوتِ فَقُذِفِهِ فِي الْيَمُّ فَلْيُلْكِذِ الْيَمُّ بِالسَّاحِي يَأْخُرُهُ عَدُولِي وَعَدُولَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلَيْتُ سُنَّعَ عَلَى عَنِّي صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَبِينَ